قصة جميلة حدثت لأحد رجال بريدة مع أخوانه طبعا في واحد طلعه أخوانه صيدون المكان معين معروف بالصيد صاد وكاليوم رانب وطيور وكل شيء فبعدما صاد وقضى وقالوا بروح ندورنا معها ظل أو كذا نجلس نسوي غدانا وقهوتنا وهم راحين ندوروا المكان يعني يجسون فيه بطريقهم لقوا حصلوا رجال طايح يقطعوا الموت من العطش هو الجوع فحاولوا مساعدة الرجال ساعدوه اسكوه عطوه تامر إلى أن عاد عافيته الرجال أخذوه معهم إلى المكان الذي يجلسون فيه جلسوا في المكان نزلوا قشهم نتفوا طيورهم شبوا على قهوتهم قاعدوا تقهون وناس منهم قاعدوا ينتفون وزينون وجهزون للغداء الرجال هذا يشوف الطيور معهم ويشوف ذا وعارف أن الأمير مانع الصيد ومشدد على مانع الصيد بالمنطقة هذه فبعد ما تقهوا وقضوا وقضى الغداء بدأ يتغدون الجماعة والرجال معهم بدأ الرجال هذا يبدأ يأخذ منها الطيور يأكل ولا قضى أخذ العظم وحطه مخباته واللي يجدعون من أعظام العيال أخوة الكبير هذا كان يأخذ العظام ويحطه مخباته لاحظوه الأخوة قال الأخوة الكبير إنه كذا وكذا وكذا قال تركوه المهم تقهوا بعد الغداء وكذا وستانس وسواليف وضحك لجلل قالوا أنه بنمشي يروح لديرتنا قال أبيكم تخذونا معي تخذونا معكم لديرتكم رحوا بوالله حييك وتفضل معنا راح معهم وصلوا الدير حقتهم ما خلوا يروح كذا قالوا لازم تعشى عندنا جالس عندهم الرجال وتقهوث بيتهم وتعشى عندهم وجاء وقت النوم وطلع من عندهم وراح تدور له مسجد ونام بعد ما صلى الفجر على طول نحر الإمار وقاعد عند باب الإمار يحتل الإمير جاء الإمير ودخل على الإمير قالوا والله أنا حصلت فلان وفلان وفلان بعد ما كان يسألهم عن ساميهم هناك وهم بلبر وعرف يساميهم إنهم مسيدون وأنا خبرك طويل العمر منعنا الصفيد ومشددنا على منع الصفيد قال الإمير جبوهم أرسل أخوياه لهذا الشخاص المعين قال جبوه لهذا الشخاص جاءوا له الشخاص دخل له جاء الأخو الكبير لما الإمير يوم دخل مع الباب وراء يتفاجئ وطر فيجه قال لي أنقذهه كشيء جاسي عند الإمير قال طوله طقب وجهه قال خبرت الإمير يا اللايم قال الأخو الكبير لا اللايم هذا قال له أنقذه من حين خبرت الإمير يا اللايم الإمير سمع الكلمة وما يدي وش القصة قال وش القصة قاله يطويل العمر نحن كنا نصيد فعلا وليقينها الرجال هذا الطائح قطعها الموت وانقذنا حياته وأسقيناه وأطعمناه وقهويناه وجبناه معنا للديرة وعشيناه وأخرته يسوي بين السداء جاء يلمك طال عمرك ينكبنا يقول قال صحيح الأخو الكبير قال نعم قال جلدوه أحيانا جاء الجماعة من قديم حياتك ومسوين بك الهواء والمعروف كله وجاي ينتبين أدب دولة عشان والله مصيدون يعني استغرب من الأمير أن هذا الرجال هذا ما عنده أي ذره من يعني التقدير اللي جاءوا من دولة فأمر الأمير وجده هذا الأخ الكبير رد عليه بكم بيت قال له قال أنت ردي الطبع أخلاقك أخلاق الضبع تشرب من ماء الجداول وذم تقول بأعلى النبع كرمكم الله فهذا يجل على أنه هالناس يعني بعض الناس الله هذه ما يقدر المعروف يعني اللي سوابوا من أشخاص ممكن أنه ينكبهم ممكن أنه يسوي لهم مشكلة ممكن يتساعد على شرهم فنقول الله يهدي الجميع إن شاء الله ويوفق الجميع تحياتي ترجمة نانسي قنقر